يعني ما الذي جرنا إلى أننا نصل إلى هذه المراحل إذن نعود إلى أساس الحديث في هذه المقدمة عن قضية لماذا نفتح باب التراكمات السلبية لماذا لأن الإنسان وصل لمرحلة أنه لا يقبل نصيحة ناصح والله إني أنا عن نفسي أني أتعلم دروس كثيرة جدا من أخطائي وفي كل يوم أتعلم درس في كل يوم أتعلم درس مهما بلغت يا أخي الكريم أختي الكريمة أيها الأبا والأمهات لماذا لا نتعلم أدعو الله جل وعلا وقول ربي زدني علما يزيدك في علم يقربك إليه يزيدك علم في معتقدك يزيدك علم في فقهك يزيد علم كذلك في سلوكك يزيد علم في أخلاقك يزيد علم فأنت لابد أن تدرك أنك أمام تحديات كبيرة جدا في حياتك حتى تسلم من هذه الأفكار السلبية والخواطر السلبية وغير ذلك من الأشياء